شباب من كافة مناطق وادي حضرموت انطلقوا الى هنا ليس لهم هدف سوى خدمة حجاج بيت الله الحرام تطوعا لطالما كان منفذ الوديعة الحدودي في الاعوام السابقة هما ثقيلا على اليمنيين المسافرين برا الى السعودية لاداء فريضة الحي نظرا لعدم توفر ابسط الخدمات في هذا المنفذ الحيوي الذي يقف امامه الالاف الحجاج اليمنيين لأيام تحت اشعة شمس الصيف الحارقة الشباب الآن ينتشرون بالمئات صدر الله عز وجل الذين اتوا كمتطوعين عبر الفرق التطوعية بوادي حضرموت الشباب بوادي حضرموت اليوم شكلوا لوحة جمالية للعمل التطوعي في وادي حضرموت بل اقول والله قد اليوم عملوا بصمة للعمل الخيري بصمة تاريخية في وادي حضرموت فلهم كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الجبارة التي ابوا إلا أن يساهمون يخدمون حجاج بيت الله الحرام حركة دؤوبة وعزيمة يبدلها المتطوعون البالغ عددهم ثلاثمائة شاب من أبناء محافظة حضرموت لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ولمواجهة المشاكل المتكررة سنويا من خلال توفير متطلباتهم واحتجاجاتهم من مياه الشرب ونصب الخيام لإيوائهم وإنشاء دورات المياه وتوزيع المواد الغذائية التي أبدى عدد من التجار استعدادهم لإمدادهم بها نحن مجموعات طوعية من أغلب مناطق حضرموت أتينا لخدمة ضيوف الرحمن عندما رأينا وسمعنا من السنة الماضية ما رأوه من زحمة اللجان تطوعية في المنفذ شكلت بتنسيق مشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء لتنظيم المتطوعين المشاركين في عملية التفويج حيث يرى تشكيل سبع لجان للمساعدة في عمليات خدمة الحجاج بحسب الاحتجاجات وهي لجنة الخدمات العامة ولجنة العيادة الصحية ولجنة الرجال المرور والدفاع المدني ولجنة الإعلام إضافة إلى فرق الكشافة ولجنة الفرق التطوعية وفي مقدمة هذه اللجان اللجنة الإشرافية العامة حدد مساعد قناة بلقي السعب حضر موت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة